وبيبدأ الفيلم مع زوجين بيتخنقوا مع بعض لحد لما بتصحى بنتهم على الصوت ده وبيحصل لها تشنجات غريبة بعدها بتخرج من البيت بسرعة وبتسمع صوت جاي من الغابة وبنعرف ان اقوى اللقطة بتخلص الفيلم لحد كده وهنا بنشوف اسرة بتتحرك على المنتجع وبنشوف لويس مع مروتو بيس في العربية وبنتهم ألمة لكن البنت التانية بتكون اسمها جريتشين بنعرف ان هي بنت لويس لكن من ام تانية واللي بتكون رجبة في العربية بتاعت النقل بتاعت العافش لحد لما بيوصلوا على صاحب المنتجع وبيكون اسمه كينج وهنا باللاحظ ان لويس ومراته هم المهندسين بتعول فندوق الجديد اللي هيعمل له كينج وعشان كده طلب منهم يعيشوا في المنتجع بتاعه وساعتها يكونوا قريبين من المشروع والناحية التانية بنشوف بنت ألمة مش بتتكلم لكنها بتقدر ان هي تسمع كل حاجة من حواليها وبتتكلم مع الناس من خلال الموبايل بتاعها والتطبيق وفي نفس الوقت بنشوف جريتشين بتندل العفش مع العمال لحد اللي ما بتلاقي دكتورة اسمها بونو لكن مش بتعرف تسلم عليها بسبب الحاجات اللي كانت شايلها وهنا بييجي كينج عشان يعرف ان بونو شغالها معها في المستشفى اللي موجودة في المنتجع الوحيدة لكنها مش بتركز مع حد فيهم بتدخل القضاء بتاعتها وباللاحظ ان هي بتحوش فلوس لوحدها وده عشان تعيش مع أمها في أمريكا وبتفضل تتصل بيها وباللاحظ ان هي مش بترد عليها بقالها فترة كبيرة فبتسيب لها رسالة صوتية كالعادة ان هي وحشتها جدا وعاوزة ترجع لها في قرب وقت ممكن عشان تشوفها وهنا بييجي الأب عشان يدخل القضاء ويتطمن عليها لحد لما بيدخل كينج في نفس اللحظة وبيعرض شغل على جريتشين في المنتجع بتاعه طبعا بتعجبها الفكرة عشان تشتغل وقتها وكمان هتحوش فلوس أكتر لحد لما بتتعلم كل حاجة من الموظفة القديمة واللي بيكون اسمها جريس وباللاحظ ان هي معجبة بظابة شورتة اسمه إيريك لكنها مش مركز معاها لحد لما بيخلص أول يوم من غير أي مشكلة وفي البيت بنشوف جريتشين بتعزف على الجيتار لحد لما بتدخل قلم عليها وبيعجبها العصف جدا وبتقول لها ان هي عاوزة تتعلم منها لكن قبل ما تخلص كلامها بتسمع صوت عالي جدا من الغابة وصوت حتى بيسرخ لحد لما بيحصل لها تشانه جدا غريبة وبيتحاول تهديها بسرعة وبتتحرك جريتشين عليها عشان تشوفها فبتدرابها قلمة ضربة قوية جدا وبيدخل الأب مع مراته على القضاء عشان يفهمه اللي حصل وفي الاخر بتخرج جريتشين على الشغلة بتاعها وباللاحظة ان هي هتنزل استقبال بالليل لحد لما بتدخل عليها واحد اسمها إيدا واللي حاوزة تحكيز بيت في المنتجع وفي الوقت ده بتظهر واحدة غريبة بهدوم البيت عشان تشرب قدامه بطريقة مقرفة والغريبة ان هي مش بتتكلم مع حد فيهم وجريتشين بتكون استغربة بعدها بتيجي أول مكالمة عشان ترد بسرعة وبتستغرب ان كينج اللي بيتكلم معيها وبيقول لها ان هو بيرقب المكان من البيت عنده وبيطلب منها تقفل الباب دلوقتي وان هو جاي بعد شوي عشان يخدها لكن جريتشين بتكون لسه مركزة مع الست اللي شافتها وبتعرفه ان هي هتروح لوحدها بتحاولين تدور على الست دي قبل ما تقفل المكان لكن بتتأكد ان هي خرجت من القوضة فبتقفل الباب عشان تروح وبتقدر ان هي تاخد العجلة بتاعتها عشان ترجع للبيت وفي الطريق بتخاف جدا لما بتشوف واحد شكلها غريب بتجري وراها ومش فهم السبب في المطاردة كلها وهنا بتدخل على المستشفى عشان تطلب المساعدة وبتفضل تتكلم مع موزفة الاستقبال ان هي تفتح لها الباب وفعلا ده اللي بيحصل لكن للأسف بتغبط الباب في دماغها عشان تتعور وهنا بتطلع السكينة من جبع عشان تدافع عن نفسها لحد لما بتوصل الشرطة للمكان وطبعا الست بتكون اختفد من بعدها وبتحاول الممرضة ان هي تعالج الجرح اللي كان في راسجي ريتشين وكمان إيريك بيحقق في اللي حصل ومش بيصدق اللي بتقوله بيعرفها ان في حد كان بيهزر معها مش اكتر لحد لما بتوصل قصرته على المستشفى وبتحاول ان هي تتكلم مع الاب عشان تقوله اللي حصل وفي الاول مش بيركز معها بسبب ان قلمة وصلت على المستشفى بسبب نوبات السرع اللي جات لها وبتزعل ان هو مش مركز معاها والدكتورة بتعرفه من قلمة عندها سرع مزمن وبيسألها لويس عن سبب الاصابة دي فبتقوله ان هي اكيد تعرضت العنف وهي صغيرة وبتسأله لو كان حصل خناقة قدامها اليومين اللي فاته لكن محدش بيرد فيهم لحد لما بييجي تاني يوم وبتتحرك جريتشين على شغلها في الفندق وباللاحظ ان هي عاوزة تاخد كل فلوس المكان عشان تسافر على امريكا وساعتها تقعد مع امها بسبب ان ابوها مش شغل باله اصلا بيها وكمان بيشغلها زنب اختها لحد لما بيدخل عليهم واحد اسمه هينري وبيعرفها ان هو شغال محاقق سابق وبيسأل عن اللي حصل للليلة اللي فاتت لحد لما بتظهر ايدي في الصورة وبيعرفها ان هي ممكن تتكلم على ما تخلص شغلها فبيوافق على كده عشان يخلص منها وان هي اصلا بتاخد الفلوس اللي كانت في الخزن عشان تهرب وبتستغل ان صاحبتها ايدي معاها العربية وبتطلب منها توصلها دلوقتي على المطار وبيتكلموا شوية عن الست اللي شافوها في المنتجة عمبارح وبتقول لها ايدي ان هي فضلت ماشى وراها وشافيتها دخلت على بيت اسم عش الحب وان هو كان شكله جميل جدا لحد لما جريتشين بتسمع صوت صرخة عالية ومن الوقت ده بتستغرب بان الوقت كل شوية بيتعادوا الاحداث بتتعاد وايدي بتقول نفس الكلام كل شوية لحد لما بتظهر الست اللي كانت بتجري ورا جريتشين قدام العربية وبتحاول ان هي تفادي الست دي لك للاسف بيعملوا حدثة لحد لما بتفوق جريتشين مرة تانية وبتشوف الست عاوزة تمسكها فبتحاول ان هي تسرخ بكل صوبة وفي نهاية بتفوق مرة تانية عشان تعرف انها في المستشفى وبتستغرب ان يكنج معها في القوضة وبيقرب منها وبيعرف ان هي لازم تخرج من القرية بعد ما تتعالج فبتستغرب من طريقة كلامه لحد لما بيدخل الاب وبيعرفوا ان جريتشين اعتذرت عن سرقة الفلوس لحد لما بيخرج من القوضة وبتتضيق ان ابوها هيسيبها ويرجع تاني على البيت بتعرفوا ان الست ممكن تظهر تاني ويتخلص عليها فبيطلب منها تسكت شوية وان كل اللي بتقوله ده اكيد مش حقيقي وان هي مجرد تخيلات وبيفكر ان هي سرقت الفلوس من صاحبه كينغ وان هي كانت بتشرب كمان مخدرات مع البنت اللي هربت معاها وفي النهاية عملوا حدثة فبيعرفها ان الافضل ان هي تمشي من هنا وبالليل هنا بيزور جريتشين في المستشفى وبيعرفها ان هو انقص حياته وكمان شاف الست المجنونة لما كانت عاوزة تمسكها في العربية وبتستغرب ان هو مبلغش الشرطة لحد دلوقتي فبيقول لها ان محدش هيصدق الكلام ده لان ما فيش دليل ضده وبيعرفها ان هي لازم تساعده عشان تتحرك على البيت بتاع عيش الحب ويفكروا ازاي ممكن يمسكوا الست دي ويسلموها للشرطة وبيبدأ هينر ان هو يحكي القصة بتاعت واحد مع مراته نزله في البيت الجميل ليس معيش الحب ده لكن الست كانت مجنونة ظهرت عشان تفضل تسرخ والست بيكون اغمى عليها مع جزها ولما بيفوق جزها بيعرف ان مراته اغمى عليها وجنبها واحدة شعرها لونها اصفر لكن الغريب ان هي هربت من الزوج على الغابة وللأسف لما شاف مراته عارف ان هي مش قادرة تتنفس لحد لما ماتت مخنوقة وهينر بيعرف ان هو من خلال التحقيقات عارف ان الست المجنونة لما بتسرخ للأسف بتأثر على البشر فبتبدأ جريتشين تحكيله عن البنت اللي شافتها بتتصرف تصرفات غريبة جدا وان البنت دي نزلت في البيت المحاببها لحد لما بيرقبوه من بعيد وانا بنشوف جريتشين موظفة الاستقبال مع الزابة ايريك اللي تصرفاته بتكون غريبة جدا وبيطلب منهم يخرجوا دلوقتي وطبعا مش فهم السبب وبيعرفها ان هي حجزة البيت ده من وراء كينج وده ممكن يعمله مشكلة كبيرة لحد لما بيرجع كل حاجة مكانها وبيسمع صوت صرخة عالية جدا وكالعادة الاحداث بتفضل تتكرر من بعدها فهنا هينري بيلاحظ ان في حاجة غلب بتحصل فبيقرب على البيت بسرعة وبيشوف ايريك واقع على الارض واغمع ليه مع جريس وبيلاحظ ان الستة المرائبة دي عاوزة تخلص عليها وفي نفس الوقت جريتشين بتدخل على البيت والستة بتصرخ للمرة التانية وبتكون السبب ان جريتشين مش بتعرف تتصرف وبعدها بيحاول هينري ان هو يضربها بالنار لكن بتقرب منه وبتدخل على الغابة وبيفضل هينري وراء الحد لما بتختفي من قدامه بيرجع تاني هينري على البيت عشان ينقص جريس اللي بتكون على وشك الموت لحد لما بيجي تاني يوم وبترجع جريتشين على البيت بتاعها وبتشوف كينج بيلعب مع ألمة وبتفضل تحكيله اللي حصل مع جريس الليلة اللي فاتت والبنت اللي شافتها قبل كده في قسم الاستقبال وبتستغرب ان هو بيقفل قسم ده الساعة عشر بالليل فلويس بيقاطع كلامها بسبب ان هي بتتكلم بطريقة مش كويسة مع صاحبه كينج لكنه مش بيركز في كلامها وهنا بيقرب منها عشان يعرف ان فيه طرد جالها من البريد وبتتصدم ان السندوق ده في حاجات ومها القديمة وبتعرف ان امها أصلا ماتت من زمان وللأسف لويس كان عارف كل ده لكنه مخبي عنها وده عشان ما تزعلش طبعا وان هو باع البيت بتاعه هاته كل الفلوس في حسابها البنكي وللأسف هنا بتكون مش فهمة ايه اللي بيحصل فبتضربه بالقلم وبتطلع على القوضة بتاعتها بتفضي السندوق كله هي بتعيط وبتفضل تسمع الرسالة اللي كانت بتبعاتها لاماها الفترة الأخيرة ومش مصدق ان محدش كان بيسمعها أصلا وهنا بتلاحظ ان فيرسالة من قلمة على امها بتطلب منها ترد على بنتها جريتشن لانها مخفتقدوها جدا وبتنزل من القوضة على الصلة هنا بتعرف ان كينجي الواحده معاها وبيقول لها ان قلمة خافت جدا لما شفيتها ضربت ابوها بالقلم من شوية فدخلت في نوبة صرع وهو بيكترح كينجي عليها ان هي تسيب البيت وتمشي من القرية وده لان حياتهم مع بعض مستحيلة وممكن تيجي معاها البيت عشان تاخد الفلوس اللي محتاجاها فان هي بتسيب لهم رسالة ودع فعلا وبتروح على البيت بتاع كينج وقبل ما تنزل من العربية بتستغرب ان كينجي بيكون حاطة صور الطائر على الطابلو وهو بيعرف ان هو بيحب الطائر ده جدا وللأسف البشر كانوا السبب في موت أنواع كتيرة منه وان هو عاوز يحمي الطائر ده بدل ما ينكرد هو كمان لحد لما بتدخل بيته بتستغرب لما بتشوف هينري واقع على الارض وبين على ويشه قصاري الضرب والتعزيب وإيريك واقف وراه طبعا هو اللي عمل كده وكينجي بيعرف جريتش ان ان هينري اترفض من شغله أصلا وللأسف هتحكم بسبب ان هو دخل للمنتجع بتاعه بسلح مش مرخص وبعدها كينجي بيفرج على القوضة بتاعته لكنها مش بتشوف حاجة بعد لما بيحط المخدر في الشاوب تفضل محبوسة وهنا بيتكلم معاه في المايك وبيعرف ان هو مش يقدر يخليها تخرج من المنتجع بعد اللي شافته لحد لما بتدخل البنت اللي هربت من أهلها أول الفيلم هنا بتفضل تسرخ بصوت عالي وبتقرب من القوضة اللي فيها جريتشين والواضح ان ده بيأثر عليها جدا لحد لما بتيجي من وراء عشان تضربها على دماغها وطبعا بتفقد الوعي وبعدها بنشوف كينجي بيرأي بكل اللي حصل من خلال الكاميرات وبعدها بيتحرك على البنت مع المساعد بتاعه وبيلبسها باروكا لونها أصفر بنشوفها تحت تأثير كينج وان هينري مع إيريك في القوضة بتاعت المرأبة وبنعرف ان هو ظابط فاسد وبيشتغل لحساب كينجي من الأول وبعدها بيعتزل لهينري اللي حصل مع مراته وبنعرف هنا ان هينري لما كان بيحكي لجريتشين عن اللي حصل مع الراجل ومراته كان بيحكي أصلا عن قصته مش حد تاني وبعدها بيقطع كلام كينجي صوت رصوص جاي من القوضة بتاعت المرأبة فبيقلق جدا من اللي حصل وبطلب من المساعد ان هو يشوف الدنيا وبعدها جريتشين بتفوق مرة تانية وبيحاول كينجي ان هو يحط المخد على وشعة عشان تموت لكن بيجي هينري في الوقت المناسب بالسلح بتاع إيريك وقبل ما يعمل مع حاجة بيقدر كينجي ان هو يخلص عليه بالسلح بتاعه والبنت بتخاف جدا من اللي حصل لحد لما هينري بيموتها هي كمان وفي المستشفى بنشوف بونو لسه بالتعالج اللي حصل مع ألمة وامرات لويس بتكون تعبانة جدا وبونو بتديلها العلاجه بتطمنها وهنا بنشوف جريتشين اللي فائت وقعدت مع هينري لحد لما بيفرج على مفتاح من مفاتيح المنتجع ده ومرسوم عليه الطائر لحد لما بتتعب وبتفضل ترجع بيلاحظ ان في صورة في جبه وبيتفرج عليها وبيكتشف ان لويس وامراته متصورين مع كينج وبيعرف من خلال الكلام اللي مكتوف في ظهر الصورة ان لويس وامراته قدوا شهر العسل في المنتجع هنا فبياخد جريتشين عشان يتحركوا على المستشفى وباللاحظ ان المكان كله بيكون فاضي ومفوش حد غل لما بيسمعوا صوت بونو وهي بتتكلم مع ألمة في مكبرات الصوت وبيتصدموا ان هي بتعمل تجرب على البنات وده من خلال صراخات الست المجهولة وبعدها بيحطوا في جسم البنت دي بوايدات الطائر اللي قرى بينكرد عشان يحافظوا عليه واسمه طائر الوكواك وده معناه ان ألمة مش بنت بيسة أصلا وان كينج عمل كل ده عشان يجيب لي واسمع مراته على المنتجع وساعتها هياخد ألمة منهم وفي نفس الوقت بيدخل كينج على المختبر وبيظهر ان رصصها كالكاد في جتفه ولسه عايش وبيقتل أي حد في طريقه وده عشان يخفي أي دليل ضده وبتحاول جريتشين ان هي تساعد أختها ألمة وبنعرف ان هنري عاوز يقتل ألمة عشان ينتقب من كينج لكن جريتشين بتقومه بكل الطرق لحد لما بتظهر من نارا وبتحاول جريتشين تحط السماعات في ودنها وبتحاول تهددها بان هي هتخلص على ألمة لو ما بعدتش عنها لكن للأسف بيتخاف البنت منها وبتزقها عشان تهرب منها وبتدخل على المغزن وبتحصل مطاردة كبيرة لحد لما بتظهر فوشة الست المجولة اللي بتفضل تدور على الطفلة لكن جريتشين بتضربها بالسكين عشان تخلص منها وبتحاول تقرب منها عشان تشوف شكلها الحقيقي وبتتصدر لما بتعرف ان دي بتكون أمها وبنفهم ان كينج حول أمها الكيان غير بشري وده عشان تسيطر على الستات ويعملوا التجارب عليهم وهنا بترمي البروك على الأرض عشان تعرف كينج ان أمها بتكون ماتت دلوقتي فبيتعصب جدا منها وبيضرب نار عليها بيحاول هنري يدفع عنها وفي نفس اللحظة دي بتحاول جريتشين ان هي تتواصل مع أختها بلغة الإشارة عشان تعرف مكانها وبتطمنها ان هي سمعت الرسالة اللي بعاتتها أمها الحد لما بتطمن مرة تانية ليها وبتقرب منها وبتقدر ان هي تطلع صوت عالي جدا بعد لما بتسد وده نختها طبعا الصوت بيأثر على هنري وكينج قدام المستشفى لحد لما بيخرجوا منها وبيشوفوا إيدي صاحبتها فبتخدهم بالعربية عشان يخرجوا من المنتجع ده وباللحظ ان في تغيرات بتحسر على ألمة لكنها هتبعد عن المكان ده عشان تعيش حياتها بشكل طبيعي وبيخلص الفيلم الحد هنا